يا شيخ أنا عندي أمر عن الطلاق وبسألك عنه لأنه لا أستطيع أن أعيش بمير كل شوية لا أستطيع أن أعيش مضبوط طيب هل أعطيني أشوف أني طلقني زوجي طلقني على لسانه دائماً الطلاق فطلقني أكثر من طلقة وكلها مفردة ولما أقول له أسأل يعني يقول لي لا ما أبغى أسأل فأنا يعني جيت جبت يعني بعد الطلاق جبت جبت اثنين من عيالي وتألت يعني أكثر من طلقة طيب أمتي أنا أسأل الله يرضى عليك هل طلقك طلاقاً صريحاً أم طلقك طلاقاً معلقاً مثلاً كأن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق إن سويت كذا فأنت طالق إن لم تفعل كذا فأنت طالق ولا كان يقول لك أنت طالق أرجوك لا لا إن فعلت كذا أنت طالق دائماً الطلاق على لسان دائماً الطلاق على لسانه بنت أم جاد المسألة ليست سهلة خذيك معايا لعل الله يعيني حل المشكلة شوف يا بنتي إذا هناك فرق بين أن يقول زوجك إن جبت الجوال وإلا فأنت طالق إن خرجت من هذا الباب وإلا فأنت طالق إن رحتي لبيت فلان فأنت طالق إن كذا يعني كأنما يقسم عليك بأن تفعلي أو لا تفعلي هذا شيء هذا شيء هذا نعود إلى نيتي وهو المسؤول عنها أمام الله إذا قال لك أنا والله ما أقصد الطلاق وإنما أقصد منعك قلتي له ودني بيت فلان أسمر معهم قال إن ذهبتي فأنت طالق نسأله نقول له نسأله نقول لك أنت لما قلت إن ذهبتي فأنت طالق أنت قصتك الطلاق ولا قصتك تمنعني إذا قال قصتي أمنعك نقول هذا كفارته وكفارته يمين وليس الطلاق افهمين يا بنتي أما لو قال لك أنت طالق يا أمجاد أنت طالق يا أمجاد هذا طلاق صريع ففرقي بين الأمرين يا بنتي تمام؟ أيها الشرق يلا الله يرضى عليك